اشتركوا في القناة يعني موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الاثنين ستة وعشرين اتناعش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر الان موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح فعشان هيك من الان لغاية ساعات الصباح منشعر ان بحاجة مسئلة تغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر مننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا طبعا اللي رح تتشكل في عنا زاوية هي ذكرناها يوم امس هي الان بعد بث الحلقة باربع ساعات تقريبا رح يتكون ذروتها هي تأثيراتها من الان القائمة ولغاية ساعات الصباح هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة ستة وثمانتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فمن واجه مصاعب عرقية اللي بتتطلب منها ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازم الى مواجهة مشاكلهم فبيلجأ الى الهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة ستة وثمانتاشر دقيقة من مساء اليوم الاثنين ورح يستمر حتى الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بصير القمر في برج الحوت فعشان هيك منبلش من ساعات الصباح تلعب عنا الناحية الروحية دور بارز اكثر من المعتاد منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرف الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بعض الاشخاص بيقعوا في حبائل الغرام وبوسعنا ايضا في هاي الفترة التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور وقتنا الى التصوير اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي هو في عنا زاوية تزديس ايجابية بين الزهرة وبين نبتون هي زاوية بطيئة ولكنها تأثيراتها لثلاث ايام زاوية ايجابية هي من اليوم 27-12 وحتى يوم 29-12 ذروتها يوم 28-12 الساعة 38-31 دقيقة صباحا هاي زاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي رح تكون يعني تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 4-1 بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل مع القمر فعنا زاويتين اليوم الثلاثاء اول زاوية زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة 25-22 دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون دروتها الساعة 11-53 دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الثلاثاء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بالنسبة لهاي زاوية تأثيراتها من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح يوم الاربعاء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية من الآن لغاية ساعات الصباح عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح وما بعد فبصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية عنا القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وهرمون الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألم عشان هيك بالفترة هاي بنشعر بالألم أكثر من المعتاد وهرمون الميتالونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بنصير نحب السهر أكثر أو بصير عنا أرق وقلة في النوم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون فترة خلو والمسار ودون الأعضاء اللي ذكرناها أما باقي الأعضاء اللي ما ذكرناها ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر بالنسبة للقمر بما أنه رح يمكت في برج الحوت معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 29-12 بيبدأ في تمام ساعة 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرايناتش ويستمر حتى تمام ساعة 10-35 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام ساعة 9-16 دقيقة صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 10% وعلى هاي النسبة بتظل طول اليوم القمر الآن في برج الدلو في ساعات الصباح بصير في الحوت ورح يظل في الحوت لغاية يوم 29-12 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% بظل منتحس لغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء فبصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 70% طبعا في حلقة نزلت عن عطارد وتراجع عطارد وتأثيرات عطارد عشان هيك بلشت التأثيرات وبتكونوا حذرين الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل في نشاط على المستوى الاجتماعي وبعضك رح يشارك في حفلة أو مناسبة أو لقاء مع الأصدقاء وبرضو رح يكون فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينكم وبين معارفكم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم من ساعات الصباح وما بعد بيكون القمر وصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة طبعا هاي تعتبر الفترة أضعف وأقل أيام شهر حظا فما تراهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب أهم شيء تتوقعوا أنه يكون فيه نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الوعود الكاذب في هاي الفترة برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل طبعا هذا الأمر بظل من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ما تغمروا ما تجازفوا وما تخلفوا القوانين أما من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلبوا المساعدة وما تترددوا أيضا بتقديم المساعدة لللي بتطلبها منكم في نوع من أنواع التحالف ما بينكم بين الزملاء الأصدقاء أو الجيران وحاولوا أنكم ما تبقوا واحدين وأخرجوا للقاء الناس برج الجوزاء اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في هاي الساعات لأنه في عنا خلوق مسار طويل وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وخصوصا في الشوارع المفتوحة راح يظل في مجال الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أما من ساعات الصباح بتتركز اهتماماتكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم أنك تكونوا على قدر المسئولية يعني فترة فيها بعض الصعوبة برج السرطان من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تتفحصوا حساب مشترك ولكن بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لا تدينوا حد وانتبهوا على أموالكم وما تغامروا بالأمور المالية منكم رح يهتم ببعض المصاريف العائلية الطارئة أما من ساعات الصباح فبيصبح هذا اليوم يوم مناسب لأي شيء له علاقة بخارج البلاد أو تعامل مع الأجانب وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباءكم أهمش أنكم ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات فالأضواء مسلطة عليكم بدكوا تكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جدا وفيها مكاسب جميلة جدا أيضا برج الأسد بينصب اهتمامكم من الآن ولغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود مقابلكم حول تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العاطفة أو شراكات العمل ولكن طاقتكم ما زالت ضعيفة حاولوا أنكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة في هذه الساعات أما من ساعات الصباح فهنا القمر بنتقل للبيت الثامن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا الآن بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملة رسمية أهم شيء إنكم ما تتدمروا برج العذراء من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعا أول إشي القمر صار بمراحل المقابلة فعشانيك من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد حاولوا وما تفرضوا سيطرتكم أو سلطتكم على زملائكم بالعمل حاولوا برضو تنتبهوا على صحتكم أما من ساعات الصباح فهنا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة طبعا هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذروا من المشاكل على أنواعها طبعا فترة مش سهلة برج الميزان بالظل العاطف قوي لديكم وبميل أحباكم للتجاوب معكم لأجواء جيدة على مستوى التقارب ما بينكم بين أحباكم أو أبنائكم جيدة للترفيه وللتجميل من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن لا تعتمدوا على الحضوظ أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير في البيت السادس بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم بوسعكم يعني يعتبر يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتهك من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا حاول أنك تهتم بسلامتك الجسدية أيضا برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم ممكن يظهر أو يصير فيه حدث عائلي معين يلفت الأنظار أو اهتمامك ممكن أعطال ممكن مشكلة خلاف موضوع معين عائلي جمعة عائلية فعشان هيك بتكونوا يعني حذرين وجهزين أما من ساعة الصباح فهنا ابتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنش راح لأن القمر راح يصير في البيت الخامس فبوسعكم ممارسة نشاط فني أو ترفيه أو تجميلي بدعوكم للإبكار لنشاطاتكم وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تنطلق بمشاريع جديدة أو تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة اليوم ابتسم لأنه الحض والعاطف لجانبك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد لأنه في خلو مسار وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات وخصوصا ما بين المدن وأثناء حركتكم نقاشاتكم وحواراتكم خلوها واضحة وما تكون عصبي أما من ساعات الصباح فهنا بوسعك إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفاديا للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير خلال هذا اليوم برج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة من الآن ولغاية ساعات الصباح وخففوا من النفقات وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع محمد جازفو بالأمور المالية أهم شيء أما من ساعات الصباح فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة أو لترويج لعمل بتعزز العلاقة مع الإخوة مع الجيران وتعتبر هاي فترة مناسب لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب بورج الدلو أنتم نشطون مع هيك ما تبدروا لأي عمل جديد وما تتخذوا قرارات حاسمة من الآن لغاية ساعات الصباح بل وصلوا ما بدأتم به من عمل من قبل من ساعات الصباح بتحصلوا على مبلغ مالي والإتمامات كلها رح تصير إلا علاقة بالمال مكاسب من عمل إضافي مستردات مهبات أشياء من هذا القبيل وبرضو بإمكانكم إدخال تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص زي ما حكينا ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ابحثوا عن مسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي بتستعيد الثقة بنفسك لكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم من الآن ولغاية ساعات الصباح فبدكوا تضبطوا عصابكم ما تجازفوا ما تغامروا ما تتخذوا قرارات وحاولوا أنكم ترتاحوا تعملوا بس الواجبات الروتينية أما من ساعات الصباح بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم وتعتبر هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجئة أو خبر سار أو ممكن إنك تستعد لورشة جديدة تعتبر من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر